صباح الفل لحنعمل النهاردة وصفة حلوة قوي من مغبوزات الأفران انطلبت مني كتير بأسرار وخبايا المخابز وهو دنش الأفران هيكون هش وخفيف وبطبقة مقرمشة من برة وهنعرف التسوية المزبوطة عشان يورق معانا وما يكونش مكتوب وهنقول على المأدير بالجرام والكباية بس أهم حاجة اتبع كل خطوة في الفيديو عشان هنقول على كل المعلومات والتفاصيل في قلب الوصفة إن كانت في التسوية أو العجين سموا الله وصلوا على الرسول وما تنسوش اللايك والشير الطبق اللي هتعجيني فيه هتجيبي كوباية من المية 250 ملي مية عادية من الحنفية بس مش هحط المية كلها أنا هحط نص الكمية وحشوفي دي هيحتاج معايا مية قد إيه نضيف عليها 3 معالق كبار من السكر وزنهم 50 جرام بيعادر ربع كوباية ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية وزنها 10 جرام وبيضة واحدة بتكون بحجم كبير ولو البيضة حجمها صغير يبقى هتحط في العجينة 2 بيضة وتكون بدرجة حرارة الغرفة جيفي عليهم بقى ربع كوباية من الزيت وزنهم 50 ملي تقدر تستغني عن الزيت وتستبدليه بالزبدة ويكون نفس مقدار الزيت نجيهم بقى تقليبة حلوة كده لحد المقدير كلها ما تختلط مع بعضها والزيت يختفي وما يكونش ليه اي اثر عشان بيكون عايم على الوش ندخل بقى على نوعية الدقيق اللي هتستخدميها في الوصفة لازم يكون دقيق مخصص للمغبوزات بيكون ليه عرق شديد يعني نسبة البروتين عالية فيه لو هتشتريه سايب من عند العطار قولي له عايزة دقيق مخصص للمغبوزات اعمل به العيش الفينو معي اربع كوبايات وزنهم 500 جرام هضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح نجيهم تقليبة كده في الاول بالمعلقة وندخل على اهم مرحلة وهي مرحلة العجل وانت بتلمي العجينة كده انا طبعا شايلة نص كوباية على جنب مياه هبتجي اضيفها بالتدريج واحدة واحدة لحد العجينة ما تاخد كفيتها من المياه وهقولكو على مقدار المياه اللي اخدتها العجينة اخدت العجينة على الرخامة لان في الطبق مش هقدر اتحكم اني اعجينها ولازم اخدمها كويس جدا جدا لحد ما ربي للعجينة عير نجاح اي معجنات هي طريقة العجل ان العجينة لازم تتخدم حلو قوي قوي عشان نشغل مادة الجلوتين اللي في الدقيق لو تعبت من العجنة على الايد ريحي العجينة من وقت للتاني وبعد كده كملي عجل او تاخد العجينة على الرخامة وتهبديها من فوق لتحت زي ما انتو شايفين كده عجينة الدناش لا بتكون طرية قوي ولا مسكة نفسها قوي زي ما انتو شايفين بسم الله ما شاء الله سطحها ناعم زي المراية بالزبط شايفين مسكة نفسها ازاي بالنسبة لكمية المياه اللي اخدتها العجينة 200 ميلي يعني كوباية الا ربع وده المقدار اللي تبقى معي هغطيها بكيسة وفوتة واسبها ترتاح عشر دقايق بس لا تزودي عن كده ولا تقللي عن كده الافران بتستخدم زبدة مرجلين انا جبتها وقلت اورها لكم زي ما انتو شايفين اسمها الطاهي لكن لو حابة تستخدمي زبدة فيرن او زبدة جنة او زبدة جيرستال او نيوزيلاندي اللي متوفر عندك بس طبعا طريقة الفرد بتختلف من زبدة مرجلين للزبدة العادية احنا بنعمل الدنش زي الافران ما بتعمله بالضبط هتقولي يا بسبوسة الزبدة مرجلين مصصحية اما اللي احنا بناكله من الافران ده ايه ما هي بتتعامل بزبدة مرجلين الكمية اللي احنا اخدها من الزبدة 150 جرام او 125 جرام لو ما فيش ميزان عندك هاتي ربع كيلو وقسمية على نصين واخدي نصه وبعد كده ابتدي افرديه بالشكل ده عندك ورق زبدة او اكياس اللبن افردي الزبدة في قلبها وافرديها على شكل مربع او شكل مستطيل مفيش اي مشكلة احنا هنفردي العجينة بنفس مقاسي الزبدة وبعد ما تفرديها حطيها في الفريزر لمدة دقيقة او دقيقتين بس انا عايزاها تكون متمسكة بس عشان تخرج من الكيسة بكل سهولة وبسم الله ما شاء الله بعد مرور عشر دقايق عجنتنا ارتحت وما شاء الله هبتدي بقى رش رش حلوة كده من الدقيق وانش بتفردي العجينة بلاش ترش عليها دي انا نسيت بصراحة ورشيت عليها رش الدقيق بس ما فيش مشكلة انا هجيب فرشة وابتدي اشيل الدقيق الزيادة هو بس عشان ما يعملش عازل بين الزبدة وبين العجينة هفردي العجينة بمقاسي الزبدة بالزبت انا فردتها على شكل مستطيل هجيب الزبدة من الفرزل وحطها على العجينة واشوف المقاس مظبوط معايا ولا لا عشان ما يكونش في حتة من العجينة ما وصلش ليها الزبدة لقيت عرضها مظبوط لكن محتاجة طول شوية بعد كده هبتدي افكها من الكيسة وحطها في العجينة وقفل العجينة عليها كويس جدا وبعد كده هبتدي اديها فردة بس هقلب العجينة على ظهرها عشان اقدر ان افردها وتمسكي من الشابة وتضغطي عليها كده كم ضغطة عشان بس ان انا بسهل على الزبدة انها تتفرد في قلب العجينة وافردها كده شوية صغيرين وبعد كده حطني الجنب الليمين على الجنب الشمال بس اهم حاجة تشيل دقيق زيادة ده كله وحبتدي بقى افرد العجينة العجينة كده مش هتحتاج معايا دقيق تاني ولو احتاجت حاجة بسيطة مفيش مشكلة دي بتكون اول تانية معايا خلي بالكو بالنسبة لزبدة مرجلين ما بتخرجش برا العجينة نهي هي بتتفرد وبتمشي مع العجينة بكل سهولة لكن لو هتستخدمي زبدة جنة او فرنة او اي نوع تاني لازم ما بين كل فردة وفردة تحطيها في الفريزر عشر دقايق عشان الزبدة ما تخرجش معاك وانت بتفرد العجينة انها بتكون زبدة طرية دي بتكون تاني تانية للعجينة انا علمت بصوابعي عشان تاخدوا بالكو ودي اخر فردة اول ما تلاقي العجينة بتتعصب معاك ومش عايزة تتفرد يبقى لازم توقفي فورا لانك لو كملت العجينة هتتقطع معاك وكده كده مش هتتفرد نهائي هتجي بقى افردها كده بالراحة زي ما انتو شايفين بس المرة دي هتنيها مجوز مش هتنيها مفرد المرة اللي فاتت تانيت جنب يمين وجنب شمال لكن المرة دي هتني جنب يمين وجنب شمال وبعد كده هتنيهم مع بعض اكيد انتو شايفين كل الخطوات قدامكو انا بعمل ايه ممكن تكتمي الصوت وتشوفي انا فردت العجينة وتانيتها ازاي هشيل كل دي زيادة اللي حوالين العجينة واجيب كيسة ولفي العجينة كويس وبعد كده هغطيها في فوتا واسبها ترتاح على الاقل خالص نص ساعة اهم حاجة ان العجينة ترتاح عشان تتفرد معايا بكل سهولة وبسم الله ما شاء الله بعد مرور نص ساعة بالزبط زي ما انتو شايفين العجينة هرش رشة حلوة كده من الدقيق ما تقطريش من الدقيق عشان العجينة ما تجيرش معانا وابتدي اديها فردة كده بأدية يعني بحنن العجينة عشان وانا بفردها تتفرد معايا بكل سهولة هجيب بقى النشابة واكيد انتو شايفين طريقة الفرد واحدة واحدة كده مع العجينة تكون احنيين عليها وحتتفرد معاك بكل سهولة شايفين الفقاكع اللي طلع عظيم من العجينة ده بيدل ان خدمة العجينة حلوة قوي وباسم الله ما شاء الله افرديها بقى على شكل دايرة او شكل مربع او شكل مستطيل زي ما انت عايزة انا بصراحة هفردها على شكل مستطيل لاني هعمل الشكل اللي انتو شفتوه في اول الفيديو اللي بنقوله عليه المروحة وانتو بتفردي العجينة اقلي بيها على كل جنب شوية كده عشان ما تحتاجش لدقيق زيادة وباسم الله ما شاء الله بعد كده بقى هتجيب السكينة او المقطع وتساوي حروف العجينة والقطع اللي طلع دي هي مش كتير هي حاجة بسيطة جدا هاخدها وحنعملها شكل كده حلو هنشوفه مع بعض بعد كده بقى هنجيب المصطرة لاني ما بعرفش ازبط بايدايا خالص لازم اجيب المصطرة بقى وازبط التقطيع اللي انا عايزها انا عايزة مربعات است العجينة طول وعرض طلعت 50 ف40 يعني الطول 50 والعرض 40 يبقى كده المربع هيطلع معي 10 سنتي ف10 سنتي هبتدي بس اعلم كده بالمصطرة وبعد كده هجيب المصطرة الكبيرة ونزبط القصات بتاعتنا لاني ايدي كده بتتهزي وانا بقص العجينة فما بعرفش ازبطها غير بالمصطرة انا عارفة دلوقتي ان انتم مستغربين من المصطرة الازاز دي انا بصراحة روحت للراجل بتاعي الازاز وقلت له عايزة مصطرة حلوة فهو عمالي المصطرة دي وباسمي لا ما شاء الله حلوة ونفعاني في العجين الصاج اللي هتساوي عليه الدنش ما بيدهنش اي مادة دوني لكن الصاج بتاعك لو بيلزق فيه المعجنات ادي له دهنة خفيفة من الزي هبتجي بقى اجيب المقطع او السكينة وبتجي قطع المربع زي ما انتم شايفين بسيب الحتة اللي في النص سليمة والاربع حروف بقصهم وبعد كده هبتدي بقى نشكلها على شكل مروحة فاكرين المروحة بتاعت الاولاد زمان اللي كنا بنعملها لهم في عصاية كده نجيب بقى شوية مية وندهن كده الحرف اللي في النص عشان العجينة وانا بشكلها تلزق اهل طول وتاخدي اول حرف وتحطيه في النص وتسيب الحرف التاني وتاخدي الحرف التالي يعني بتاخدي طرف وتسيب الطرف التاني وتاخدي طرف وتسيب الطرف التاني وبتطلع معاك مروحة بالشكل ده معاك العجينة وتقدر تشكلها الاشكال اللي انت عاوزاها حتى ممكن تقدر تعملها كروسون بتيه زي ما انت عايزة هناخد بقى المروح دي ونرصها على الصجان وتسيبي مسافة ما بين كل واحدة وواحدة لاني لسه هيتضاعف حجمها ساعة التخمير وحيتضاعف حجمها ساعة السوا عملت شكل تاني كده حبيت اوريهلكو عملت مربعات صغيرة الحتة اللي كانت موجودة على جام وقلت اوريكو الشكل الكمية عملت معايا 3 صجان بالشكل ده هبتجي بقى اضغط في النص كده ضغطة عشان الحروف ما تفليتش معانا ساعة التخمير وعندي كريز كنت حطاه في الفريزر وخرجته وقطعته القطع الصغيرة وحبتجي احطه في النص اهم حاجة تتغطي في النص على الحروف عشان ما تفتحش معانا ساعة التسوية او ساعة التخمير نغطيهم بقى حلو قوي ونحطهم في مكان دافي لحد ما يخمروا او تخمريهم على بخار مائي في فرن البيتوجاز حواريكو دلوقتي ازاي تخمريهم على بخار مائي في فرن البيتوجاز بس دي القصائص اللي طلعت معايا الصغنانة لفتها رول بالشكل ده وحبتجي قصها وزي منتو شايفين بص يا ست الكل دي طريقة التخمير اللي انا بخمر بها اي معجنات بحط العجينة او الاشكال على الشبك بالشكل ده وبسخن مياه في الكتل وبحطها في طبق وبدخلها الفرن والبخار اللي طالع ده هو اللي بيخمر معايا اي عجين او اي اشكال لما تحب تدهيني وش الدنش هاتي بيضة وعليها شوية لبن كده وكيس من الفانيليا وديهم تقليبة حلوة وبعد كده هندهم به الدنش حابة تحط رشة نسكة فيه مفيش مشكلة الدنش بعد ما اختمر معنا وتضعف حجمه بالشكل ده بسم الله من شاء الله حديله دهنة حلوة من البيض ولو مش حابة البيض ممكن شوية لبن بس ودهيني وشه او ممكن تسويه سادة على كده ندخل على اهم مرحلة وهي طريقة التسوية ولازم تعرفيها كويس جدا عشان الدنش او اي معجنات ما تطلعش معاك مكتومة بالنسبة للدنش بيخش على درجة حرارة عالية مش هادية اول حاجة بتكون مسخنة الفرن كويس جدا جدا بعد كده بتدخل الصينية على الشبكة اللي في النص خلي بالك بقى من المعلومة دي النار العالية لو الصاق بتاعك الامونيا زي اللي انت شفتيه في الاول لكن لو الصاق بتاعك الارضية بتاعته رؤيئة يعني الصاق خفيف يبقى تهد النار شوية تخليها على متين متين وعشرين تمام كده وتسبيه لحد ما يستوي ويورق معاك ويرتفع ولو لقيت ويشه محتاج لون طفل بتجاز ولع الشواية ويشه ياخد لون اهم حاجة تخلي بالك من الصاق اللي حتدخليه لو الصاق الامونيا يبقى النار عالية جدا لو الصاق رؤيئ يبقى تهد النار شوية ولو الشواية بتاعتك بتولع مع الفرن يبقى تخليها على نار هادية جدا جدا انا حاولت ان انا صور وهو داخل الفرن وباسم الله ما شاء الله بيرتفع وبيورق معنا اكيد انتو شايفينه اول سخرجته باسم الله ما شاء الله واخد لون الدهبي زي ما انتو شايفين حبيت اوريكو توريئة الدنش ما شاء الله ندخل بقى على الصاق التاني بس اوعد اضحكوا علي هو اخد لون زيادة شوية كلنا طبعا ستات بيوتو بيحصل معنا كده بس والله هو لونه دهبي بس غامق شوية وماشاء الله ببتدي اخرجه بالمقطع الاول لان اللبن بيلزق في قلب الصينية وشايفين التوريئة ما شاء الله خفية ملهاش حدود حاجة كده بصراحة فوق الوصف انا عارفة بتقوله يا بسبوسة حرقتي الدنش لا والله مش معروق ده زي الفل وده ايس اخر صاج معايا حبيت اوريهلكو وهو جوه الفرن ما شاء الله حبة تاكل الدنش على كده مفيش مشكلة حبة تلماعي الوش لو عندك الشربات بتاع الكنافة التقيل او عندك مربة مش مش او اي نوع ابتدي ادهني وشه انا بصراحة عند الشربات التقيل بتاع الكنافة قلت ادهن وشه مغبوزات الافران لا تعد ولا تحصى اهم حاجة تعرفي السر وخبايا المخابز وتعمليها صح ونص كيلو دي طلع معايا كمية حلوة او من الدنش زي منتو شايفين طريقته كانت سهلة وبسيطة قلنا علي كل التكات والتفاصيل والمعلومات في قلب الوصفة وفي معلومات محدش عمرو حيقولهالك ابدا وقلنا علي المقادير بالجرام والكوباية اسفة جدا على طول الفيديو بس حبيت اقولكو على كل التكات والتفاصيل عشان تعملوا الوصفة وتكون نجحة معاكو مية في المية لايك وشير يا حلوين عشان الكل يستفد من الوصفة ولما تشتركوا في القناة تفعلوا جرس الكل عشان يوصل لكو اشعارات بالوصفات الجديدة وما تنسوش دعواتكم الحلوة لكل مريض